موسيقى عقب الهجمة الاسرائيلية الشرسة على المدينة المقدسة والمقدسات الاسلامية والمسيحية بشرت القيادة الفلسطينية خطواتها للتوجه لمجلس الامن الدولي ضد التصعيد الاسرائي الارهابي غير المسبوق واجراء اتصالات عجلة بشأن ادانة العدوان على المسجد الاقصى ووقفه فورا تم ذلك من خلال الاردن كونها العضو العربي الوحيد في مجلس الامن لاصدار موقف واضح من المجلس اذا اما تتعرض له القدس والمقدسات الاسلامية من عدوان اسرائيلي متواصلة نحن في القيادة الفلسطينية دعينا الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي ايضا ودعونا الاجتماع للجامعة العربية مستوى الزراء الخارجية ولمنظمات التعاون الاسلامي للقيام بما يتطلب موقف عربي واسلامي جدي للجم هذا الاحتلال وجرائمه المتواصلة للشعب الفلسطيني ومقدساته ننتظر من الامة العربية والاسلامية وايضا من المجتمع الدولي ما فيه مجلس الامن الدولي وضع عاليات ملزم الاحتلال وإلزامه بالالتزام بالقوانين الدولية الادارة الامريكية وكعادتها وقفت في صف الارهاب الاسرائيلي ورافضت اصدار بيان باسم مجلس الامن يطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين لسيما وان دولة الاحتلال لا تعطي اهمية لأي كان وتواصلوا اجرامها وارهابها كما تشاء ولا ترى في المرأة الا جنودها يقتلون ويعتقلون تحت غطاء سياسي نحن نريد حقيقة مواقف عربية فاعلة كالمواقف التي اتخذته الكيادة الاردنية مشكورة يجب ان يكون هناك قوة وفعالية ونجاعة لان المسألة تمس خطوط الحمراء انا برأي ان اسرائيل كل ما تقدمنا في الزمن كل ما تعلن عن تطرفها الشديد اليهود الحاخامي وبالتالي هي ليست في وارد تسوية ليست في وارد اعطاء اي شيء للفلسطينيين او العرب بالعكس من ذلك هي تكيل الصفعات المتتالية للاصدقاء والاعداء والمنطقة والفلسطينيين ولكل احد الخطوة الفلسطينية ورغم تأخرها الا انك تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا ورغم ادراكها ان العالم سيبقى كما كان ولن يحرك ساكنا الا اذا مورس ضغط حقيقي عليه احمد براهمة رؤية